أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعاضم دور الإعلام في عرض القضايا الوطنية وترحها للنقاش أمام المواطنين وأضحت الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود تنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام العربي والتي ستنعقد تحت رعاية الرئيس السيسي بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية